في ضربة أمنية لإيران قتل العالم الإيراني المتخصص في الطاقة النووية محسن فخر زادة في هجوم في منطقة قرب تهران وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف تحدث عن إشارات جدية لدور إسرائيلي في عملية الاغتيال فيما أكد مستشار عسكري للمرشد الإيراني أن بلاده سترد بسرعة على من تسبب بمقتل زادة في المقابل رفضت وزارة الدفاع الأمريكية وكذلك مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على الخبر وينضم إلينا من القاهرة الخبير دكتور محمد عباس ناجي أهلا بك دكتور محمد عبر سكينوز عربية كيف تصف هذه العملية الخاطفة التي قتلت العالم الإيراني زادة الذي يصفه المجتمع الدولي الأمم المتحدة وكالت أيضا الطاقة الذرية بأنه العنيد والذي يرسم اليوم هذا المسار الانتحار لتهران أهلا وسهلا بك أستاذ روبير واضح أن هناك مواجهة غير علنية تدور الآن داخل إيران ربما لعرقلة البرنامج النووي الإيراني وربما أيضا وضع عقبات أمام تطوير البرنامج الساروخي لو لاحظنا مثلا اغتيال العالم النووي اليوم ربما يأتي في إطار سلسلة العمليات الأمنية التي تعرضت إليها منشآت نووية وساروخية في الشهور الأخيرة وهذا يشيل أن هناك أطراف ربما تسعى إلى عرقلة جهود إيران فيما يتعلق بتطوير هذه البرامج لسيما أن العقوبات الأمريكية رغم تأثيرتها القوية على إيران لم تدفع إيران إلى وقف تطوير هذا البرنامج دكتور محمد نعود اليوم في موقف مستشار المرشد الإيراني بأن تهرانس ترد بعملية سريعة إلى الساعات الأولى بعد الإعلان عن قتل قاسم سليماني أنا ذاك كان الرد محدود ومحدود جداً كيف يمكن أن يكون اليوم انعكاس هذا التهديد للمرشد الإيراني؟ إيران اعتادت على مواجهة مثل هذه العمليات ربما من خلال استهداف مصالح إسرائيلية وربما مصالح أمريكية في أوقات أو أماكن مختلفة لو لاحظنا في مرحلة ما قبل الوصول للإتفاق النوي كانت هناك برضو عمليات لاغتيال بعض العلماء النويين الإيرانيين وإيران ردت عليها ربما باستهداف أبو محاولة استهداف مصالح إسرائيلية وأمريكية ربما في مناطق بعيدة عن منطقة الشرق الأوسط على غرار استهداف حافلة للسياح الإسرائيليين في بلغاريا في 2012 إيران ربما تستعين بوكلاءها في هذا السياق باعتبر أن هذه المواجهة ما زالت غير معلنة بين إيران وإسرائيل وربما الولايات المتحدة وأعتقد أيضا لو لاحظنا أن هناك نغمة الانتقام لسليماني بدأت تتردد مرة أخرى في تهران خلال الفترة الأخيرة الرجل الغامض والعنيد اليوم ماذا يعني بالنسبة للنظام الإيراني؟ ولم تجبني على شق الثاني من سؤالي قبل قليل كيف ستكون السيناريوهات أو سيناريوهات الرد الإيراني؟ واضح ربما النظام الآن سيدرك أن هناك اختراق لداخل إيران فيما يتعلق بمثل هذه العمليات وكما قلت في البداية ليست هي العملية الأولى من نوعها كانت هناك مراحل سابقة لاغتيال بعض العلماء النوعيين الإيرانيين وفي شهر يونيو ويوليو الماضي تم استهداف منشأة نتانز ومنشأة خجير خاصة بالبرنامج النوع والبرنامج السلوخي ما يتعلق بسناريوهات الرد أعتقد أن المسألة لن تكون سريعة ولن تكون سهلة بالنسبة لإيران ربما إيران تختار توقيت بعد ذلك وأماكن ربما بعيدة عن منطقة شركة الأوسط لاستهداف مصالح إسرائيلية تحديدا وإن كنت أعتقد أن الرد الإيراني قد يتأخر انتظارا لما سوف تقول إليه الأمور مع الإدارة الأمريكية الجديدة ترامب كان كشف عن نيته عبر تغريدته الشهيرة قبل نحو أسبوع عن استهداف اليوم أهداف إيرانية قد ينهي عهده هو الرئيس في آخر عقدين الذي لم يشن حرب خارجية كيف يمكن أن تكون هذه الضربة الإيرانية وهل هي متصلة اليوم بمقتل وكتيال زادة؟ ربما إيران كلفة العمليات الأمنية التي تعرضت إليها في الفترة الماضية إيران سترد على مجمل هذه العمليات من خلال محاولة استهداف مصالح إسرائيلية أو أمريكية في فترة لاحقة لا أعتقد أن المسألة ستكون سريعة وكما كلت الأمور سترتبط بمدى إمكانية الوصول إلى تفاهمات مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إيران ستحاول توجيه رسالة بأن مثل هذه العمليات لها تمن وأنها ستحاول رفع كلفة هذه العمليات في المرحلة القادمة وإن كنت أعتقد أن المسألة لن تكون سهلة أمام طهران للرد على مثل هذه العملية ولكن أستاذ محمد ترامب كان توعد بهجوم أقوى قال سيكون الرد أقوى بمئة مرة تحدثت ربما عن الاستهداف ما توعد به أيضا مستشار المرشد الأعلى ماذا يعني هذا السيناريو في حال تجهت طهران اليوم إلى الرد؟ أعتقد ذلك معناه أن رفع مستوى المواجهة سواء مع سرير أو الولايات المتحدة وربما المغامرة بالدخول إلى مواجهة مباشرة أو تحويل المواجهة غير العلنية الحالية إلى مواجهة مباشرة والتالي ربما إرباك كل حسابات إيران التي ما زالت تعاول على إمكانية أن يحدث تغيير في السياسة الأمريكية خلال المرحلة القادمة هذا معناه أنه إنهاء أي احتمال أو إضعاف أي احتمال للوصول إلى تفاهمات بين إيران وإدارة بايدن لذلك أنا أتصور أن رد إيران سيتأجل إلى حين استشراف ما يمكن أن تقدم عليه الإدارة الأمريكية الجديدة من إجراءات للوصول إلى تفاهمات مع طهران الخبير في الشؤون الإيرانية دكتور محمد عباس ناجي كنت معنا مباشرة مزدهات سكاينيوز عربية في العاصمة المصرية القاهرة شكرا لك